لسه مستمرين مع حضراتكم فقراتنا في هذا الصباح مع الأزمة في غزة والضفة الغربية الأزمة والصراع اللي أصبح عمره 76 سنة كاملة مارست خلالها دولة الاحتلال أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين سواء نتكلم عن قتل أو تشريد أو تهجير أو اختصاب أراضي وغيرها من الانتهكات في حق القوانين الدولية وأيضا الإنسانية منها قتل الآلاف من الفلسطينيين وتهجير أكتر من مليون وربعمائة ألف فلسطيني كانوا من أهل فلسطين التاريخية وللأسف حتى وقتنا هذا ما زالت الممارسات والجرائم الإسرائيلية مستمرة وعلى مرأة من العالم كله والدليل على ذلك هو عدوانها الأخير على غزة واللي ترك مئات الآلاف من الضحايا والمصابين والمشردين بلا مأوى المزيد من التفاصيل ينضم إلينا على الهاتف أو تنضم السيدة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات أهلا بك سيدة رحمة يعني على مدار ستة وسبعين عاما شاهدنا هذه الجهود المصرية تتوج خلال هذا التاريخ العريق ومساندة للقضية الفلسطينية على مدار عقود يعني كيف ترين الدعم المصري والمساندة لشعب الفلسطيني وكذلك القضية الفلسطينية صباح السيد أمرو وصباح السيد باسم وعلى سيدة المشاهدين صباح النور بالفعل الدولة المطرية بتقوم بدور تاريخي في القضية الفلسطينية وتؤكد على فكرة ضرورة الحل الجذري للأزمة الفلسطينية سواء من خلال حتى قبل 7 أكتوبر الماضي فقامت بالعديد من الإجراءات من أجل توحيد الفلسطينية للتأكيد على حقهم في حكم الدولة الفلسطينية القائمة على مبدأ حل الدولتين وده الأمر اللي بتحاول الجانب الإسرائيلي القضاء على فكرته من خلال عملية الاستيطان الممنهجة في الضفة الغربية وكذلك عملية الاقتحام غير المنظم غير المحشوب في غزة وآخرها الاكتياحات التي قام بها في رفح الفلسطينية كل هذه الأمور قد أدت إلى مزيد من الأزمات الإنسانية والتي وقفت أمامها مصر بالمرصد في العديد من المنصات الدولية والتي بدأت في مؤتمر القاهرة للسلام في 21 أكتوبر ودعوة المجتمع الدولي للوقوف أمام مثل هذه الممارسات التي تقف ضد مبادئ حقوق الإنسان التي يدعو عليها الغرب والجانب الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهي التي أدت إلى انتزاع طرفات دولية وأممية وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها بدرورة الحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين كذلك نرى أن الأزمة الأخيرة ومع غلق المعابر إلى أن الممر البحري الذي قالت الولايات المتحدة أنها تصل المساعدات من خلاله لم يكن كافيا كذلك لتلبية احتياجات القطاع وهو ما أعلن عنه من نظمة الصحة العالمية وكذلك الأونروا فالانتهاكات الإسرائيلية قضت على 1400 مندل وأدت إلى نزوه 800 ألف فرد خلال الاكتحات الأخيرة في رفح الفلسطينية إلى أن هذا التدخل العنيف الذي تقوم به حكومة نيتانياهو هي محاولة لربط الأهداف السياسية التي يحاول الحصول عليها تحت غطاء أهداف عسكرية غير محققة حتى الآن وهو الأمر الذي رأيناه في الهجمات التي قمت بها كتاب القصة مؤخرا والتي كبدت الجانب الإسرائيلي مزيد من أشخاص الرجال المحسوبة وبالتالي فإن الهدف المعلن للجانب الإسرائيلي غير محقق حتى الآن ولكنه مجرد أهداف سياسية لكسب أمد الحكومة الحالية فيها الاستمرار في الحكم نتيجة الغضب الشعبي الداخلي الإسرائيلي هل تستطيع أن تصمد يا أستاذ رحمة واضرا على المقاطع ولكن هل تستطيع هذه الحكومة أن تصمد مع كل هذا القدر من الغضب ومن الضغوط الدولية الموجودة عليها ومن الغضب حتى من الداخل الإسرائيلي نفسه والتهديدات الموجودة والمهلة الموجودة حتى الثامن من يونيو المقبل ده جانب خصوصا أن أعيز أسأل حضرتك كمان على التصعيد من الجانب المصري في مقابل التصعيدات الإسرائيلية واستخدام مصر والديبلوماسية المصرية لكروتها أيضا مع كل تصعيد من الجانب الإسرائيلي وبالتالي متعقع أيضا أن تكون من جانب القاهرة عدد من التصعيدات الأخرى في هذه المعركة السياسية بالضبط يا خدم هو بالفعل رأينا ضغط مصري كبير سواء أمام انضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وكذلك أمام جلسات مجلس الأمن والجماعية العامة للأمم المتحدة والإجراءات الدبلوماسية التي تقوم بها الخارجية المصرية وكذلك على مستوى القيادات السياسية مثل التنفيق الدولي التام والمستمر وكان أثرها التنفيق الإسلامي العربي من خلال سمة البحرين فكلها أمور تؤدي إلى مزيد من الضغط الدولي للوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي كذلك الرد على الإدعاءات التي يكون لها الجانب الإسرائيلي بأن مصر هي المسؤولة عن معبر رفع فيما ترفض مصر التنفيق مع الجانب الإسرائيلي فيما يخص المعيبر باعتبارها أسرطة غير مكون لها التنفيق سامعها كذلك الرد على فكرة الانتحاب من الدعوة أمام جنوب أفريقيا كل هذه الأمور نتيجة حوف الإسرائيلي من الوصول إلى العزلة الدولية وإمكانية إطلاق المزيد من الاتهامات حول أشخاص كذلك داخل الحكومة الإسرائيلية مثل ارتكاد بن يميني كان يهو جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جامعية أمام محكمة الجنائية في حيث تخلص قرار من محكمة العدل الدولية أو الرئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك يعاني من الاتهامات في الداخل الفلسطيني في الداخل الإسرائيلي عقوا وكذلك الإنقسامات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية فنجد اليمين المتطرف ممثل في وزير المالية ووزير الأمن بيدعم فكرة التوغل العسكري وفكرة اليوم التالي الحرب من خلال الحكم العسكري لغزة وكذلك رأينا وزير المالية يتحدث عن إمكانية اكتياح بري لجنوب لبنان في محاولة لكذب الداخل المتطرف الإسرائيلي نعم ولكن هذا الإنقسام بطبيعة الحال بالتأكيد يعني فيه أسباب مباشرة لي منها أنهم يعلمون جيدا أن مصر عندما تتحدث وتصرح هي لا تتحدث فقط هي دائما دولة الأفعال لا الكلام وبالتالي كل ما تم تصريح به من الجانب المصري يأخذ بعين الاعتبار وكل التصعيدات السياسية والديبروماسية من الجانب المصري أيضا تأخذ بالاعتبار وهو ما تسبب أيضا في زيادة الانشقاق في الداخل الإسرائيلي كل الشكر لحضرتك الأستاذة رحمة حسن الباحثة بالمركز المصرية للفكر والدراسات الاستراتيجية